مجمعي وسياسة تعطيل لأعمال المواطنين وتنكيل تعالت وطيرتها خلال اليومين الماضيين لحق المواطنين على المداخل الجنوبية حتى أقصى المنافذ الشرقية لمحافظة بيت لحمة واجهنا التزايد في أعداد البوابات والحواجز اللي بتغلق وأغلقوا كمان عندنا منطقة الدي سي او ومنطقة النشاش زادوا الحصار مبارح أيضا تصاعدت هذه الإجراءات هذا عماله بأثر ليس فقط على حركة التجارة عماله بأثر على المواطنين وأثر على حركة التعليم لأننا مرتبطين أيضا في المدارس والجامعات في الخليل وهم مرتبطين فينا واليوم في هذه اللحظة اللي نحن فيها اليوم بيتم تركيب كمان بوابة عند قبر حلوة هذا حاجز النشاش الحاجز الخانق الأكثر شهرة لرحلة العناء بين محافظتي بيت لحم والخليل هو مغلق تماما بعدما كان الشريان الحيوي الاقتصادي الذي تتدفق إليه ألف المركبات وهذا المدخل الشرقي ما يعرف بقبر حلوة الرابط ما بين شمال الضفة إلى جنوبها اقتصاد في بيت لحم غريب نوعا ما بتكون من عدة مقومات أو قطاعات اقتصادية أهمها القطاع السياحي وقت ضرب ثم يأتي قطاع العمالة التي تعمل في الداخل أيضا تأثرت تأثرا كبيرا بما زاد الطيم بلا أيضا أخيرا ما نشهده من حصار مطبق على مدينة الخليل وبصراحة مدينة الخليل إذا بدك نقدر نعتبرها يارئة أساسية محافظة بيت لحم تعتمد عليها حقيقة معظم التجار والأنشطة الاقتصادية والمصانع في بيت لحم بتعتمد على موردين موجودين في الخليل عشرات إذا مش مئات الشاحنات يوميا بتحرك من الخليل إلى بيت لحم أزل وفصل ما بين الحواجز والسواتر والبوابات لفرض أمر واقع وتشكيل الوجه الجغرافي للمنطقة عبر محاصرة عشرات الألاف في لحظة واحدة وفتحها بلحظة أخرى وهو ما يعني تقسيم محافظة بيت لحم إلى كنتونات داخلية وحزام استيطاني خارجي لتطويقها والتنكيل بأهلها ليلعب تلفزيون فلسطين بيت لحم